الاخوة اليوم اجد لكم واحد طريقة واحدة كتعتبر من افضل طرق باش تعلم اللغة الاسبانية واحد طريقة اللي كنت انا شخصيا كنا احمق عليها واحد طريقة اللي كنت كنت اضربنا الساعات وساعات كنت تعلم الاسبانية وما كان ملش هذا هو المهم وانك تتعلم تكون كده عدل واحد الحاجة ودعج بك طريقة التعليم وما تملش منها والطريقة هادية هي النوكات والفوازير ولا كنقولو حنا الالغاز المضحكة ما كنظنش شو واحد عاد قولو اجي نعود لك واحد النوكتة ولا نعود لك واحد اللغز وعاد يقول لك اللا ان شاء الله هذا عاد يكون واحد درس مهم جدا وعاد تعلموها مدوفي واحد سلسلة ورائعة جدا واحد سلسلة وعراء قاعد عجومكم ان شاء الله وعدنا الاعجاب ديلكم ليدا ابقوا معينا في الفيديو السلام عليكم مرحبا بكم اخواتي وخوداتي مرحبا بكم في قناتكم كوزين امزيد اليوم ان شاء الله جمنا لكم واحد طريقة وعراء باش انكم تعلموا اللغة الاسبانية كيف قد لكم بانه الطريقة هي عن طريق النوكات والفوازير ولا نوكات والالغاز المضحكة هذه الطريقة الواحدة اللي عاد خليك يعني كتتعلم ونفس الوقت كتتضحك ونفس الوقت تستمتع بالدراسة بحقيقة نجرب بزرزيال الطرق المعتادة بحقي يقول لكم مثلا قسكت مع الموسيقى كالي يقول لكم تفرج الرسم متحر لك باش تعلم كالي يقول لك قسم يشي تسجل في شي مدراسة يكونوا فيها اللي بروفيسيوني يكونوا فيها اسبان اللي يعي علموها هالطرق كام من عندهم امتيازات عندهم ايجابيات وعندهم سلبيات ومبيناتهم هادو مكام من اظهرت لي بحقيقة هذي احسن طريقة باش انك تعلم اولا كتتعلم اللغة تانيا كتتعلم وانتها فرحة كضحكة وتاليتا كتتعلم حتى الثقافة الاسبانية وهي اهم حاجة موهم اخوتي الفكرة كتالية موهم انا نجيبكم نكتب اللغة الاسبانية طبيعة الحال ما انشوف اللول عشان نترجم لكم نكتب بالعربية مباشرة بها الطريقة عمرت ما عدي التعلم اذا جبرتش حاجة سهلة واجدة اقول لكم بالاسبانية انت وانعود نشر حالي بالعربية اتجيب حالي قد دوج حالي قد لعب لا جبتكم واحد طريقة انا باش نجعلك نجعلك انك ضعصر مخضي لك يعني اذا تبعت معنا ولكن انا اجبتكم واحد طريقة مختلفة ان شاء الله سوف ينال الاعجاب يعني قبل ان ننصي هذه السلسلة هذه عملتها تقديمه في مواقع التواصل الاجتماعي وكذلك في مواقع دينا وطبيعة الحالة درق دينا نالت الاعجاب في الكثير من الناس تتعلم ونفس الوقت سوف يتضحك سوف تكون كالتالي انا اعجبكم النقطة باللغة الاسبانية حال هذه اللي كتشوف ممنع ان اقراركم العنوان دياله هو الوالي الفقيه هي دينتادورة دي الأبويلو والنقطة قد تقول سينكوانتران دوس اميغوز يديسي اونو الاتر نو سيكوانتركم يا أبويلو سيكوانتركم يا أبويلو سيكوانتركم الاسونية طوال التيمو سيكوانتركم سيكون من الموضوع السيطان بهذا الشرطها هي WHI Law سيكون من الاحوار كي ايضاء الموضوع من اميغوز نضائج انه يقول التانية سيكون من الاحوار سيكون الموضوع سيكون المناة في خاطر عينها سيكون Wales سيكون السنة يا أبوور لا بسيوجد التطبيعة وطبيعة الحكمة تجعل لكم الاوديو الاوديو يمكنك تقرأ وراء كتابة كتابة وفي نفس الوقت تسمع كيف تنطق هذه الطريقة جديدة في الموقع لكي أعلمكم كيف تتعلمون أنكم تنطق كثيرا الكلمات يعني تجعل الأقلاء كي تعمل الاوديو وفي نفسه كيف تتبع معه في كتابته مثلا نأخذ الفعل؟ الفعل الأولي وهو سينكوين تران مثلا نشرح لكم هو فعل انكوين تراني في الحاضر وبمعنى التقى أو وجده ونعطيه بعض الأمثلة كي نعرفه بالضبط الفعل كيف تحتاج في الجمل مثلا نقوله سينكوينترا سعيد كون أمين التقى سعيد مع أمين يعني جوجك تلقى مع بعضهم ولا يمكن أن يكون المعنى لها وجده مثلا في حال نقوله توسيخوس سينكوينترا نينكاسا يعني أولادك يوجدون ولا يتواجدون في المنزل هنا كنت ندوزون الفقرة الثانية الفقرة الثانية كنأخذوا واحد الفعل يعني جاء في القصة وكنحاولوا أننا نصرفه نفس الزمن اللي جاء في القصة معني إذا جاء في القصة مثلا في الحاضر عندي نصرفه هنا في الحاضر إذا جاء في المستقبل سوف نصرفه في المستقبل وإذا جاء في الماضي سوف نصرفه في الماضي مثلا هنا يوجد فعل صابر هو ذلك سي ترى كيف جاء في النقطة جاء في النقطة يقول نو سي كي أفر نو سي هنا سي هو فربي صابر في البرسنتي هنا جاء في البرسنتي يعني نصرفه في البرسنتي فربي صابر يقول هنا نعطي بعض الأمثلة ذات الفعل فعل صابر أعطي بعض الأمثلة لنعرفه كيف يأتي في الجملة مثلا هنا نخذينا لا أدري ماذا يحدث هنا نعرفه ما سو منوص كيف يأتي في الجملة وشنين معنى ذياله وكيفاش كي تصرف ثلاثة حاجات تعلمنا نزيد من مثل الثالي هل تعلم ما هذا؟ يعني شوف هنا الفرور صابر يقدر يكون معنى ذياله أدري تعلم يعني هي تقريبا باللغة العربية نفس المعنى عندها هل تدري؟ هل تعلم؟ يعني تقريبا نفس المعنى كذلك في الإسبانية عندهم تقريبا نفس المعنى نو سي لو كي باسا اي هل تعلم يعني عندهم نفس المعنى هنا هل تعلم الفعل الجديد كيفاش كي تصرف وكيفاش كي تحتاج في الجملة هل تعلم جيدا عن بوزول فقرة الثالثة فقرة الثالثة هم عندنا أخذوا ذلك الأفعل اللي يجاوا في القصة أو في النقطة ونحاولوا أن لمشي يقول لك الفعل هون معنى ذياله بالعربية لا هيدك ما عتتعلم شي لا خليتك نتياد عصد موكت يلك ودعرف كيفاش كي يجاهد الفعل في الجملة أعطيت لكم ونشبح لكم على طريق على شكل أمثلة مثلا هنا في النقطة هنا في النقطة أتمنى عندي بالأخضر مثلا مثلا هناك كثير البيان سيامبري عليك أن تفعل الخير دائما هناك الفعل الثاني وهو باسابا هذا يعني هو الفعل في الماضي في الماضي ولكن نسمحنا أن نعطيه مثال لكي نعرفه فرصة أخرى يعني اليوم اختارنا مرة أخرى قد نختاره وهو نشرحه في الماضي أو في المستقبل أو كيف مجأة في الجملة أو كيف مجأة في النقطة لا تريد أن نعمل كثير من الأفعال لكي لا تدخلوا يعني اخترتنا في الجملة في القصة كاملة اخترت فعل واحد لتعمقه أما أخنين أعطوا فعل أمثلة لكي نعرف كيف يأتي في الجملة يمكنك أن تأتي مناسبة أخرى ونطرقوا هذا الفعل مثلا هنا مثال يقول شيء غريب كان يحدث في تلك الليلة يعني 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 في الماضي مثال يقول سعيد كومي موچو سعيد يأكل كثيرا هناك فعل واحد يأخر وهو كتار ونطرقوا كتائ يعني في الماضي كتائ لتعرف لتأتي كتائ أزلت الحداء قبل دخول المنزل كما نذكركم بناد الأفعال هدوما كامل يجب في القصة والفعل الأخير وهو إسكندر في البصاد وكذلك هنا نعطي واحد المثال إسكندر هو ما إسكندي باخو المسا اختبأت تحت الطاولة هنا نعرف جميع الأفعال اللي يجبوا فسط النقطة يعني تعلمنا حدث الأفعال وكيفش يجب النقط ديالهم وقدار يدار وقدارتنا للنقطة وقدارتنا للفعل يعني عنا نعرف المعنى كيف يجب معنى فسط النقطة مهم كنضيزون الفقرة الأخيرة فقرة الأخيرة وهي تعلموا بعض الكلمات هذه المعنى ومشي أفعال هي طوال الوقت لامانيا هي عادة سيئة مثل هي البلية ووجدت كذلك لدينتادورا هي الطاقة من الأسنان تأخذ الأسنان التي تكون لدي الناس شارفين لماذا لا أعدد لكم الأمثلة؟ لا أحتاج لكم الأمثلة لأنها لا تبدلوا يعني أميغو أميغو يعني تعلمها بالعربية حسن يعني هذه التعلمة بالعربية حسن يعني هذه لا تبدل شيء يعني لا تكون لديها أي شيء معنى يعني لا تكون لديها أي شيء معنى تعلمها أنها سيارة بالعربية كذلك سيارة لا تبدل شيء لا تبدل شيء في حال أفعال الافعال تبدله وقدر لديها معنى وقدر لتحول حسب الزمن والماكن الذي يأتي فيها مهم يقول أن يصل إلى فقرة الرابعة يقول أن تجد شبار ورقة وستيلو ونحصر المخضي لك ونحاول أن يكون لديها معنى المعنى دي النقطاعي من خلال الجميع حالي كتجمع دي كاللعبة كيف يقولون لنسيتك البوثلاء أو ما عشاني كيقولون لذيك اللعبة اللي كتصويرة وذيك بقى تجمعها حال هذك سنة قد جمع الكلمة مع كلمة وكلمة مع كلمة وحاولت عرف المعنى دي القصة وفي الآخر كان شرح لكم القصة باللغة العربية يعني شو واحد عرفتها ولا ما عرفتها شيش بمعنى ديالها يعني عددخول وعد عرف وعدقرها بالعربية يعني شرحت بالعربية كيف يشن معنى ديال القصة مثلا سمك هاي شرحت مثلا أسنان جدي التقى صديقيني فقال الأول للآخر لا أدري ماذا أفعل مع جدي يأكل أضافره طول الوقت جاوبه يا أخور قال له كان يحدث نفس الشيء مع جدي فسلبته هذه العادة في دقيقة يا أخور سقصة هل قطعت أضافره لا بل أخفيت عنه الأسنان يعني خبّع له دكتاقة من الأسنان شرحنا القصة بالعربية وبالزال منكم عايقولنا خير محمد في القصة ما ضحكتني ما شيء قصة شيء نقطة يعني كيف نحن عنده نوكات حسن نعودكم قصة ديالي من كنت لأنا كنت نقرأه في اسبانيا كنت للغة اسبانية عندي بقّة ضعيفة واحد نهار دخلت للقيصة مجبارة الدراء المجموعين الدراء المجموعين كنت يديروا كي عودوا الخلايف كي ضحكوا كي ضحكوا كي ضحكوا سألوم المجموعين كي ضحكوا في الأمر. أذيك الإسباني ؟ أذيك الأشياء يأتي بالنقطة. ويجعل هناك السموات يقومون بالإستجارة. سأتمنى بأسفل الضرابة ، أيضا نتمنى بأن أتمنى بالسلام وكيف أرادنا سؤاله ، لأن الخرافة سأنت عدد بأسفل الضرابة. كذلك أعتمد أن الحرافة سأنت أشياء سؤاله ببناء الحرافة. لأن أستغلها الخرافة بأسفل الضرابة سمعته بالنوقات. سأتمنى إنتبه أن يقفن للغاية. الاخر تعلمت الإسبانية وبدأت تعلم الثقافة الإسبانية أهم شيء وهي جعلتك تصير الإنسان عرفت دراسة بأن هذه الساعة ليست مشكلة في الخرافة ومشكلة كانت فيها أنا لا أعرف أيضا الثقافة لهم لم يتحدثتني عن هذه الخرافة وهذه هي النقطة وهذه أهم شيء التي أتعلمها إن شاء الله فرض أنها تدفت السلسلة هي تعلموا الثقافة لأهم شيء أهم من النقطة وأهم من الشرح وأهم من الإسبانية نفسها مثلا يعطيكم حميتها بسيد كيف تتفرق الثقافة على أخرى مثلا أنا عندي عندي شيء واحد عن قوله مثلا أنا الوالد قد الوالدة فين حبيبة غدين قل المغربي طبعا تحل عتضحكوا كيفاش الوالد ديالك عيدار الوالد ديالك في حل يحماقي يقول الوالد ديالك قد الوالدة أه حبيبة فين الزين أه أه أغريبة أعجلوا غريبة وعيد حك عليها وقدري يمشي شوك بيها في حين مشي تقول نفس كلمة تقول أن إسباني يقول لك شن مشكلة عادية هم عندهم عادية الأب يقول لأم حبيبة كارينيو أمور عادية عندهم عادية حنا ما عندنا شي عادية لذا دا عاوتيان مغربي عتضحكوا وعاوتيان إسباني ما عتضحكوا شيء والعكس صحيح يعني دا مشي تنتي عن تشوية مغربي عتقول لهم أن الوالد عمره ما كان الوالدة حبيبة يقول لك عادي أن الوالد عمره ما كان الوالدة حبيبة عادي ما المشكلة هنا يا في حين في إسبانيا إذا قلتني شو واحد قلت له أن الوالد عمره ما كان الوالدة حبيبة عيد حك كيف ها شعنده هم قول له وش عنده وش بحقاته عيد حك عليها لذا لاحظوا أن هنا الثقافة من نفس الجملة هنا في واحد الدولة قدر قتلهم الضحك هنا يقدر بجيلهم بايخة عادية ما كانت مشي مشكلة وهذه بالضبط يالحاجة إن شاء الله اللي غد نتعلمها في هذه السلسلة نتعلموا كلمة مكت كيف نتعلموا كلمات كيف نتعلموا جملة جديدة وطريقة كيف نتعلمها هي الأهم وكذلك نتعلمها الثقافة وفيك ترسخ دائما الثقافة في قضية هذه النوكت النوكت هي اللي يقدر دحشك في الثقافة الإسبانية ونعرفك بالضبط كيف نتعلموا وكيف نتعلموا وكيف نتعلموا وكيف نتعلموا كيف نتعلموا كيف نتعلموا في الفيديو فجبتهم صفحة الرسمية سوف نتعلموا في صندوق الوصف لكيف نتعلموا وكيف نتعلموا من انتعلموا وفي أقصد سماع أوديو بعد أن دخشوا صفحة فلنضمت الاختبار وسنضمت البرير خصوصا وكيف نزلت الحلقة وكيف نتعلموا للفيد وكيف نتعلموا وكيف ننصبوا ومشوا وشاهدوا وكيف نتعلموا بعد أن دخشوا صفحة فلنضمت الاختبار فلن تختشون لذلك الأوديو لذلك يجب أن تعدل سوف تخرج و تدخل مرة أخرى سوف تبرس كثيراً و في نفس الوقت سوف تقرأ الموضوع وبهذه الطريقة تعلمتي التقافة تعلمتي كلمة جديدة تعلمتي النطق الكلمة و تعلمتي الكثير من الأشياء و أتمنى أن تشاهدتكم و لا تنسوا أن تفعلوا معنا و تتركوا في القناة و تتركوا الفيديو والسلام عليكم و رحمة الله و بركاته